أخيراً فصل الرئيس بوتفليقة في ملف ترشح وزراء الأفلان وأعطى الضوء الأخضر لسبعة وزراء لدخول غمار تشراعيات ماي المقبل بوتفليقة وافق لكل من وزير الأشغال العمومية والنقل بجمع طلعي وسيكون على رأس قائمة ولاية عنابة وزير الموارد المائية والبيئة عبدالقادر والي سيترأس قائمة الترشحات بولاية مستغانم وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون ستكون على رأس قائمة سيدي بالعباس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالسلام شلغوم سيترشح في العاصمة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبدالمالك بوظياف ومدير ديوان الوزير الأول مصطفى كريم رحيل لم يفصل الأمين العام للحزب في الدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطهر حجار فقد حظي بموافقة الرئيس لكنه لم يفصل بعد في ترشحها هكذا يكون سبع وزراء قد تنفسوا السعداء وسيأخذون الحملة الانتخابية في ولايتهم لكن هل هم ملزمون بالاستقالة من مناصبهم قبل 45 يوما من تاريخ الاختراع؟ هناك نص قانوني يلزم أحد أعضاء الحكومة المقدم على الترشح بتقديم استقالته هناك تعليمة تم تنفيذها في 2012 تعليمة رئاسية وين تم إعفاء الوزراء المترشحين دون أن نقول بأنه تم طلب منهم الاستقالة أو جرد من منصبهم الوزاري كل فالأمناء العامون بتسير وزارة التي كان فيها يوما إن لم يتدخل رئيس الجمهورية سوف لن يكون هناك استقالة ولا يمكن لأي حزب ينتمي لأعضاء الحكومة أنه يلزمهم بالاستقالة ترشح سبع وزراء في الأفلان وأخرون في الأرندي مصيرهم معلق بين العودة إلى الجهاز التنفيذي أو التحول نحو مبنى زيغود يوسف المهم في كل ذلك ضمان مقعداً إما في الهيئة التنفيذية أو التشريعية